السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخل رجل لأحد دروس العلم فجلس في آخر الصف يستمع لكلام الشيخ وكان هذا الشيخ ذكيا فضينا فقال الشيخ للرجل ألك حاجة نقضيها لك أو سؤالا نجيبك عنه فقال الرجل لا إنما أنا تاجر جئت أعرض عليك بضاعتي فقال عرضها فأخرج الرجل القارورة وقال هذه القارورة بكل ما فيها بمئة دينار فنظر الشيخ لما في هذه القارورة وقال تستحق أكثر من ذلك سأعطيك مئة وخمسون دينار فقال الرجل لا إنما هي مئة فقط فأعطاه الشيخ المال وانصرف الرجل فتعجب ابن هذا الشيخ وكان حاضرا في المجلس وقال ما الذي في هذه القارورة حتى تستحق كل هذا المال وعندما عاد الشيخ وابنه إلى البيت أخذ ينظر لما في هذه القارورة فإذا بها ماء فقال يا أبي لا أعلم أتعجب من فطنة هذا الرجل أم من بساطتك في أن تدفع كل هذا المال في قارورة بها ماء عادي فقال الشيخ يا بني إنه ليس ماء عادي إن هذا الرجل قد وضع ماء وجهه في هذه القارورة ولقد رأيت في عينه الحاجة فأبيت أن يريق هذا الماء أمام الناس وقضيت له حاجته والله لو طلب أكثر من ذلك لأعطيته والمقصود أن هذا الرجل كان في ضيق ويحتاج إلى المال ولكن لكرامته وعفة نفسه استحى أن يطلب المال بطريقة مباشرة أمام الناس فقلب المال بهذه الطريقة من الشيخ وهذا الشيخ لذكائه وفطنته فهم الأمر وقضى له حاجته بأمر الله وحفظ له ماء وجهه يعني حفظ له كرامته وعزة نفسه فهذا هو أغلى ماء في الدنيا إنه ماء الوجه فهو عزة نفسي وعفتها وكرامة الإنسان وحياءه فكم من فقير وكم من مديون وكم من صاحب حاجة قد يبيع ماء وجهه لقضاء حاجته فاحفظ ماء وجه أخيك المسلم وساعد الآخرين دون أن يطلب منك مساعدة فإن كنت تعلم بجاري لك فقير أو في حاجة فلا تنتظر أن يطلق بابك للمساعدة لا تنتظر أخاك المسلم في أن يبيع أثاث بيته احفظ ماء وجهه وقدم له المساعدة دون أن يطلبها منك واعلم أن الجزاء من جنس الأمل وديننا الإسلام يربينا على المشاعر وأن نكون عوناً للمسلمين ومن يفعل ذلك يستره الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل به البأس أو الفقر أو الحاجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلم ستراه الله يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يحجنا لغيره فهو نعم المولى ونعم النصير شارك هذا المقضى مع غيرك فالدال وعلى الخير كفاعله ولا تبخل علينا بالإعجاب بالمقضى ومتابعة الصفحة لو كنت على فيسبوك والاشتراك في القناة لو كنت على يوتيوب في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة